يا اهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه في جامعة ضمنهول وكلية الحاسبات ونظم المعلومات دي كلية بتاخد من مجنوع عالي جدا يعني يكاد يكون قريب جدا من كلية الهندسة لان هي بتخرج مهندسين مهندسي حاسبات مهندسي نظم دي الناس اللي هتعمل لنا اللي هيكونوا مبرمجين دول الناس اللي هيعملون لنا يعني افاق المستقبل ودي كلية المستقبل في التقدير البعض ومنهم انا هذه كلية من الكلية الهامة جدا والحيوية جدا وتكاد تكون الجامعة بتاع الضمنهول او كلية حاسبات جامعة الضمنهور تاني اعلى مجموع بعد القاهرة يعني تقريبا تاني بعد او تاني بعد القاهرة مجموحة جدا يعني مجموع يعني انا بدل ما ادخل كلية هندسة لأ انا هدخل كلية حاسبات ونظم المعلومات يعني يعني انت متخيل الطلبة لدخلها نوعيتهم ايه طلبة ما شاء الله متفوقين طلبة مهندسين ناس يعني بذلوا جهدهم في الحصول على مجموع عالي جدا 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 إلى أن وصلوا لهذه النتيجة علشان يدخلوا كلية الحاسبات ونظم المعلومات التنسيق والتنسيق طبعا التنسيق ونزلت كطابع ونزلت في التنسيق ده معناه أن في لجنة من المجلس الأعلى للجامعات أجاز ورقص هذه الكلية أنها تكون جاهزة وصالحة لاستقبال الطلبة وده علامة استفام علامة استفام كبيرة قوي أول عام دراسي عام الحالي تسعت واشر عشرين قابلة الكلية في الأول مئة طالب بعد كده اللي وصلوا لحوالي مئة تسعة وسبعين طالب طيب الطلبة يلا بينا نروح يلا بينا نروح راحوا لشؤون الطلبة في الجامعة يا جماعة احنا بتوع نزل الله احنا ما عندناش خبر نعم ده احنا تنسيق ما عندناش خبر والله من هنا لهنا عملوا جابوا للكلية عميد والدكتور سعد درويش الدكتور سعد درويش كان لوحده في الجامعة دي في كلية دي في النبارية وكان معا موظف واحد بس هو كان أمين الجامعة أو يعني بيسموه الموديل الإداري للجامعة حاجة زي كده هما التين دول بس في الجامعة في كلية اه زي ما بقولك كده يعني اللي انا بحكيولك ده اي حد ممكن يحكيولك في جامعة ده منهور اي حد من اقولها الامور ممكن يحكيولك اي حد من الطلبة ممكن يحكيولك مش طلبة نظم ومعلومات بس ده طلبة تربية نوعية تحكيلك طلبة زراعة تحكيلك آآ قبل كده كان مقعهد ازهري المكان ده سيدي كان مقعهد معهد ازهري انضم للجامعة عملته الجامعة آآ كلية مقعه التمرين في الاول منفعش بعد كده عملته تبي نوعية آآ منفعش بعد كده عملته زراعة تعليم مفتوح بعد كده عملته كلية الحاسبات لا نقصو من المعلومات اللي هي الحاجة الراقية اوي تمام كده طيب يلا بينا نروح الجامعة الولاد نروح كللا بتاعتنا يلا طبعا النبارية تقع على مسافة اربعين كيلو متر من بواب اسكندريا. يعني بين هابلة اسكندرية سبعين كيلو زهابا كم? خمسة وسبعين كيلو زهابا خمسة وسبعين كيلو ايابا. يعني رايحة جاية كده خمسة وسبعين كيلو. بتكلم ازاي? اه زي بقولها كده. وبتمشي على الطريق الصحراوي. وبتمشي على الطريق الصحراوي. طب الطلبة تعمل ايه? الطلب عايزة تروح جامعة او كل ايه? الكلية دي مفروض يكون متوفر فيها ايه? معامل! زي ما حضرتك شايف دي المعامل بتاعتها دي المكتبة بتاعتها. زي ما انت شايف كده خويتنا على العرشية. ايه? نحط فيها عسل حتى. يعني احنا ممكن نحط فيها عسل الدراج الفاضية ولا رفو في الفاضية دي نحط لها شوات عسل. يعني يبقى حتى حطينا حاجة كده تملى العين يعني. او شوات لحمة. ما اللي احنا نتبحر. كل ايه خوية على العرشية? لا موجود فيها مكتبة ولا موجود فيها معامل. انت مفروض يكون عندك معامل للحاسبات مجهزة. يعني جهاز الكمبيوتر اللي موجود ده بمواصفات يكون اعلى كتير من اي مواصفات لان ده 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 راجل هيعملي مشروع عليه. ده راجل هيطلع مبرمج. ده راجل هيطلع عبقري. مفيش كل ده مفيش. ودي مش اول مرة تحصل. احنا عندنا برضو كلت اسنان بس انجارة كبه المكتبة زي ما انت شايد. مكتبة فاضية. تدخل القاعات زي ما حضرتك شايفة. ده حتى علشان تدخل الجامعة الكلية نفسها. كانوا بيقوموا لهم كرسي وهم نازلين من الباص عشان يحموهم من المية لان الكلية ما فيها الصرف صحي. اديك زي شايمة انت شايف كده منظر الصرف الصحي. المية الدنيا واقفة. بنات بتنزل في وسط المية يجبولها كراسي كده عشان تنزل في وسط المية. ده كده ده خلي بالك احنا كده لسه بره الكلية ما دخلناش بكلية احنا احنا ورناك وجوه الكلية تعال بقى نطلع بره. احنا عايزين ندخل الكلية. المية سادة الدنيا الباص موجود اهو كورسي اهو زي ما انت شايف. الناس بتنزل من الكورسي اهه تعالوا نزلوا يا جماعة. قل لي دول ممكن يتعلموا ازاي يدخل دولات يحضرهم وحضراتهم ازاي. الولاد عملوا شكوى. والشكوى زي ما انت شايف حضرتك هي قدامك. لرئيس الجامعة. ان احنا عندنا مشاكل واحد اثنين ثلاثة اربعة. الشكوى متردش عليها. بعد شوية الولاد فعلوا هاشتاج. الهاشتاج بدأ يبقى ترند. الترند بدأ يعكر مزاك شوية الجامعة. تصل بيهم حد من الجامعة رئيس الجامعة بيعدكم بحل المشكلة في ثمانية واربعين ساعة. بس بشرط واقفو الهاشتاج. حاضر. راحو قتمعوا مع رئيس الجامعة. الوقاعدوا معها في اجتماع. ايه طلباتكم? ولا دكتور انا ما عندناش معامل. ايه دة معقول? ازاي يا دكتور احنا ما عندناش ده كترة? ازاي معقول اتزاي ما بش ده كترة? احنا ما عندناش شوء. ازاي معقول? الدكتور اقول ده ما عندكوش كلاسي ازاي ده معقول ما عندكوش كلاسي باش عارف كأن الرجل باش عارف حاجة خاصة بعد شوية تاني يوم على طول رح له موافد من الجامعة الوافد ده بالقيادة مين الدكتور جمال عمران اللي اتكلمنا عنه قبل الفاصل اللي هو عميد كلية سيدالة وقائم بأعمال عميد كلية تجارة ومفوّد نائب رئيس جامعة لشؤول الدراسات العليا وقلنا المبعوث الخاص وهو كان مع بعووث خاص كان هو وعميد كلية طب بطري اللي هي كلية الدكتور عبيد صالح اصلاً اللي هو طبعاً يعني معين عميد الطب بطري ده على نقوة عينه يعني تمام كده يا ولاد طلباتكو ايه ولاد دكتور احنا ما عندناش معامل احنا بعد ده قال لهم بقولكو ايه هو احنا ضربناكو على ايديكو هو احنا اللي قلنا لكو تيجو مشبتو اللي جيتو بمزاجكو بالله عليك ده رد انت شايف ده رد واحمدوا ربنا ان انتو موجودين ولكو كلية ايه ده تتكلم جد؟ اه بأتكلم جد ورجعوا حضراتكو للطلب اللي حضروا الاجتماع احنا مضربناش حد على قديل واحمدوا ربنا وكويس ان انتو في كلية يا جماعة اهو بازي بتكلمة كده دكتور جمال جاب لهم شوية كلاسي من كلية سيادلة قال لهم انا اجاب لكم كلاسي عشان مفيش ميزانية للكلية الجامعة محملتش ميزانية للكلية دي السنة دي لحد ما يبقى لكم ميزانية ابقى انا اتصرف انا تاني مع الجامعة طيب الله شكرا وبعت لهم شوية كلاسي وجالهم اتنين دي كاترة بعد ما كانش فيه قيره الدكتور سعد العميد ومعاه موظف الدكتور سعد هنا كان بيتصرف يعني كان بيتصرف بيجيب الناس من الدراسات العالية اللي معاه اللي في جامعة سكدريع المعتقد وكانوا بيدرسوا للطلبة وكانوا بيساعدوه في تدريس كرسات للطلبة الرجل مشكور كان بيتصرف تخيل حضرتك ان امتحان تعال كده قبل الامتحان جاء لهم عميد كليد تربان معي الدكتور بهلول سالم ايه اولاد طلباتكم ايه وحباق اللي هو بقى عشان برضه ايه الكلام الكويس الكلام الحلو ما تسمعوه للناس الوحشة وما تعملوه ايه اولاد مشاكلكو اللي مشاكلكو ما عندناش معامل ما عندناش دكاترة ما عندناش كليه قال لهم اللي مش عاجبه هو كده واللي مش عاجبه يطلع فوق المبنى ويرمي نفسه والله زي ما بحكي لحضرتكو كده اللي مش عاجبه يطلع فوق المبنى ويرمي نفسه وده جانب من اجتماع الدكتور بهلول سالم بالطلبة اللي مش عاجبه يطلع ويرمي نفسه الله بتتكلمه جاد والله زي ما بقول لحضرتك كده واحمدوا ربنا ان فيجي ان انتوا عندنا وان احنا قابلناكو وان انتوا لكو كلية ليه فاندم هما هنفين حضرتك يعني يعني نحمد ربنا على كل حاجة بس نحمد ربنا على ايه؟ على المعامل الفاضية؟ نحمد ربنا على الكلية اللي مفيهاش كلية؟ تعال كده حضرتك في امتحانات الترن في امتحانات الترن في امتحانات اتأجلت لان مش لقيه مرأبين تخيل حضرتك ان كان العمال هم لجنة المرأب او هم اللي بيرأبوا على الطلبة؟ انا بتكلم كلام انا مسئول عنهم تخيل ان فيه مادة تأخرت مرة ساعة الاربعة علشان بيتصلوا بواحد يصحهم انهم ارجوك تعالى عشان مفيش مرأبين جالهم وهو كده بيدعك في عينين عشان ساكن قريب من الوبارية بعد ما اجلوا المادة انت متخيل؟ اه ليل كما كنت دلت ما تسايفش الجدول ده علشان هيبقى بكرة فيه امتحانات لكلية الزراع التعليم المفتوح؟ تخيل؟ لا 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 بلاش بكرة حاسبات عشان عندنا امتحانات الزراع التعليم المفتوح زي ما لا اتكلم اللي انا بقوله ده انا عايز الجامعة ترد عليه وتقول ان الكلام ده غلط وما بيحصلش وترد علي الجامعة وتبعت لنا بقير راسمي بدا او المتحدث راسمي بدا او رئيس الجامعة نفسه يرد اهلا والتى هناك سهلا با علشان احنا نرد نعقب في ترعيدنا كيف حضرتك يا اولاي في الوقت المنشين في العسل وهيصين في الاحمة سايبين المعامل فاضية خوية على عرشيا في الوقت المنشين في بيع العسل وانتاج العسل وانة العسل هيعالじ الكورونا سايبين المعامل خوية على عرشاية ونايمين في العسل احنا لنا Имأن العسل احنا بناء hurtingنا لدينا معي LISA نحن لا نتكلم عن حد نحن نلانين في العسل وطلبة مثل هؤلاء ودفعة مثل هذه مثل هؤلاء في رقبة مين؟ هذا السؤال ونحن هنا نشد المجلس الأعلى للجامعات وعرف الدكتور خالد عبدالغفار الموضوع وعرف أنه ليس بيدك قوي أنا عارف أنا أتكلم عن الجهتين الجهتين اللي هي بترشح الجهتين اللي بتضغط لاختيار القيادات ده اللي أنا بس بنشدهم دلوقتي وقلوهم يا ترى الوضع ده عجبكو مستمري معاكم الجامعة ده منهور في عدة حلقات قادمة لأن معنا ملف كبير هنشتغل عليه فترة كبيرة جدا استحملونا الفترة اللي جاية علشان احنا هنتكلم في الملف ده باستفادة لأن كل يوم بيجي لنا جديد كل يوم بيجي لنا جديد أشكركم وشوفكم الحلقة الجاية ما تنسوش الاشتراك في عزي القناة ما تنسوش تفعيل الجرس ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو وهذه الحلقة حتى تذهب الى جميع من يهندوا الأمر شكرا الى القناة اشتركوا في القناة